مرحبا بكم جميعا في ريسكول اسمي سابري وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدارك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شركنا اكس فلوداتا على دعمه لنا في إنجاز هذه الكابسولة اليوم سنراجع درس الفعل الماضي مسند إلى المخاطب أو المخاطبة الذي درستمه في القسم سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة للتعرف على الفعل الماضي مسندا إلى المخاطب أو المخاطبة وكيفية التصرف في الجملة بتصريف الفعل في صغة الماضي بطريقة صحيحة لكن أولا إليكم هذه الملاحظة الفعل الماضي هو ما دل على حدث مرتبط بزمن ماضي أي قبل زمني التكلم الفعل في الماضي يتكون من الفعل وحرف يعود على الضمير مثال أنا خرجت الفعل هو خرج والت هي ت الفعل وهي الحرف الذي يعود على الضمير هل نحن جايزون؟ سنبدأ بهذا التمرين أربط الجملة بما يناسبها لكن أولا إليكم هذه الملاحظة ذمائر الخطاب أو المخاطبة تحل محل الأسمائي في اللغة العربية وهي كالآتي أنت للمفرد المذكري مثال أنت درست بجهد فكان النجاح حليفك أنت للمفرد المؤنثي مثال أنت درست بجهد فكان النجاح حليفك أنتما للمثنى والمذكري أو المؤنثي مثال أنتما درستما بجهد فكان النجاح حليفكما أنتم للجمع المذكري مثال أنتم درستم بجهد فكان النجاح حليفكم أنتنى للجمع المؤنثي مثال أنتنى درستنى بجهد فكان النجاح حليفكما لنواصل مع التمرين لنبدأ بالضمير الأول أنت فنقول أنت ساعدت صديقك في حل المسألة التي هنا هي تاء الفاعل وهي حرف يعود على ضمير المخاتب المفرد المذكري أنت نمر إلى الضمير الثاني الجملة الموافقة لضمير أنت هي وضعت المزهرية فوق التلفازي التي هنا أيضا هي تاء الفاعل وهي تعود على ضمير المخاتبة المفرد المؤنث أنت نمر إلى الضمير التالي الجملة الموافقة لهذا الضمير هي أنتما ألفتما مطالعة الكتب منذ الصغر الفاعل في هذه الجملة ألفتما في صغة المثنى المذكري أو المؤنثي وهو ما يطابق الضمير أنتما نمر إلى الضمير الموالي فنقول أنتم توسمتم خيرا في صديقتكم توسمتم فاعل في صغة الجمع المذكري إذن هذه الجملة موافقة لضمير أنتم أخيرا ننهي التمرين بهذا الضمير فنقول أنتنا شربتنا القهوة ساخنة الفاعل في هذه الجملة في صغة الجمع المؤنثي عرفنا ذلك من خلال نون النسوة لذلك فهي موافقة لضمير أنتنا والآن ننظر جيدا إلى هذه الأفعال في أي زمن سرفت هذه الأفعال جميعها سرفت في صغة الماضي مع ظمائر المخاتب والمخاتبة ونتبين هنا أنها مرتبطة بضمائر متصلة تعود على الضمائر المنفصلة أحسنتم ريسكول وإكسفلو داتا تخراني بكم ننهي الآن بهذا التطبيق اختر الضمير المناسب لهذه الجملة خرجتما إلى الحديقة العمومية الضمير المناسب لهذه الجملة إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الإجابة هي أنتما خرجتما إلى الحديقة العمومية نمر إلى السؤال الموهلي ما هو الضمير الذي يستعمل لمخاتبة المفرد المؤنثي؟ أنتنا أو أنتما أو أنت إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الضمير الذي يستعمل لمخاتبة المفرد المؤنثي هو أنت أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمارين والمشاهدة المستمرة لكبسوليت المنجزة بالاشتراك مع إكسفلو داتا إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوهات التعليمية الأخرى أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر